بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بالجميع من يقرأ في تاريخ دخول الجيوش الإسلامية إلى البلاد المتنوعة المختلفة يجد أن دخول المسلمين يختلف عن غيرهم فالمسلمون ينطلقون من منطلقات حددها لهم كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وعليه وسلم في عدم الاعتداء على الأنفس والعرواح أو إتلاف الزرع أو البيوت أو الكنائس أو دور العبادة أو أي شيء يتعلق بهذه الممتلكات فالمسلمون إذا دخلوا بلدا فإنما دخلوا إليه بناتا يريدون أن يشيدوا بنيان الله أن يهدموه وهذا واضح حتى في الخطابات والأوامر التي كان يسلها الخلفاء كأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم جميعا فإنهم كانوا يوصون قادة الجيوش الإسلامية بالإحسان إلى الرعاية من أهل تلك البلاد وعدم التعرض إليهم عدم التعرض لهم في دينهم فهم ليسوا ملزمين بالدخول في الإسلام يمكن أن يستعيضوا عن ذلك بدفع جزية أو غيرها وهم أيضا عدم التعرض لأنفسهم وأرواحهم وممتلكاتهم وكتابات الخلفاء في ذلك شهيرة ومن يقرأ على سبيل المثال فيما يتعلق بفتحات المسلمين في بلاد الأندلس يجد الشيء الكثير فالمسلمون لما دخلوا بلاد الأندلس وهي بلاد حضارية ولها تاريخها لكن كثيرا من الحضارة قد هدمت أو لم يبق لها عثر فأعاد المسلمون بناءها وهذا هو الذي رغب غير المسلمين في دخول المسلمين في بلادهم وتمكينهم من حكمهم دون التعرض لهم كما حصر في قصة أبي عبيدة أبن الجراح رضي الله عنه لما أراد أن يخرج من حمص وهو لا يملك في ذلك الوقت القدرة على تأمينهم وقد دفعوا له الجزية والجزية مقابل عقد الحماية وهو عاجز عن حمايتهم فخرج بعد أن أرجع إليهم أموالهم أما لو نظرت إلى كثير من أولئك الذين دخلوا في البلاد سواء بلاد المسلمين وغيرها من أمم الكفر فإنهم لا يتوانوا عن تهديمها وتغريبها وقتلها يبدأون على سبيل المثال بالقتل فيقتلون كل من يخالفهم الرأي من أهل تلك البلاد وما قصة دخور القوات الصليبية أو من بعدها حتى من قوى الاحتلال في تاريخنا المعاصر مثل بريطانيا وفرنسا وأسبانيا وإيطاليا والبرتغال كيف أنهم أزهقوا الأرواح ودمروا البيوت والبساجد وحولوا المساجد إلى مرابط لخيولهم وفعلوا في تلك البلاد الأفاعيل والتي ما زالت آثار تلك الأفاعيل موجودة إلى يومنا هذا تعرضوا حتى للهوية تعرضوا للهوية وحاولوا أن يغربوا في هوية البلاد التي دخلوها كما صنعوا في تونس والجزائر وكما صنعوا أيضا في مصر وسوريا يريدون أن يدخلوا تلك البلاد فلا يبقوا لها أثرا من هويتها أو حتى من معالمها وتاريخها بل صاروا سراقا سرقوا الكثير من التراث الذي كان موجودا في البلاد الإسلامية من الوثائق والمخطوطات بل وحتى والمقتنيات التي كانت موجودة في تلك البلاد الإسلامية ذكرت هذه المعلومات حول ما يتعلق في سلسلتنا هذه تاريخ الأمم وما يتعلق بدخول المسلمين أرض مصر فالمسلمون استطاعوا في زمن عمر رضي الله عنه أن يفتحوا الإسكندرية وأن يفتحوا مصر وأن يصلوا إلى نواحي ما يسمى اليوم بالقاهرة القديمة واستطاع عمر بن العاصر رضي الله عنه أن يمكن للمسلمين حكبا فيها لكن هذا الأمر بطبيعة الحال لم يعجب الروم وهم الجنس الأوروبي الموجود في أوروبا اليوم مع تركيا لم يعجبهم هذا الأمر لأنهم يرون أن الإسكندرية تعد مدينة مهمة جدا لا يمكن لهم أن يتنازلوا عنها في حال من الأحوال ولذلك أرسلوا جيشا بقيادة منويل لقتال المسلمين في مصر واستطاعوا أن يغروا بعض المصريين في الإسكندرية وغيرهم على إقامة ثورة ضد القوات الإسلامية الموجودة في الإسكندرية وفي نواحي مصر وعمر بن العاص كان موجودا في مصر وقبل ذلك كان عثمان رضي الله عنه قد جعل أمر مصر لقائد جديد لوان جديد وهو عبد الله بن سعد بن أبي سرح فبدأت التهديدات الرومية للقوات الإسلامية الموجودة في مصر فكتب أهل مصر من المسلمين إلى عثمان رضي الله عنه يطلبون منه أن يرجع إليهم عمر بن العاص ليكون أميرا على مصر فهو أعلم بتاريخها ومواجهة الروم وبالفعل أرجع عثمان عمر بن العاص فكان واليا على مصر وهو القائد الأعلى للقوات الإسلامية في مصر التي ستواجه هذه الثورة المضادة في الإسكندرية وفي بعض النواحي دخل جيش مانويل الإسكندرية وعمر كان في مصر القديمة هي القاهرة اليوم وبدأوا يدخلون وكان هناك بعض المصريين ممن مالأوا وواطأوا الروم ضد المسلمين وتركهم عمر وبدأ الجيش الرومي يتقدم من الإسكندرية إلى نواحي النيل نواحي مصر فقال عمر تركوهم حتى يرى المصريون ما يصنعون بهم وبالفعل كان الأمر كما رأى عمر بن العاص فعمر بن العاص لما دخل مصر لم يقتل لم يزهق لم يهدم لم يصنع شيئا إلا من عارض بطبيعة الحال لكن هؤلاء الروم لما دخلوا فعلوا عكس ما فعل عمر بن العاص ففي أثناء مسيرهم من الإسكندرية إلى مصر وهي القاهرة كما ذكرنا حدموا ما أمامهم من الدور وعتلفوا ما مروا به من الزرع وقتلوا الكثير من الناس حتى ضج المصريون بما صنع هؤلاء الروم ووقفوا مع جيش المسلمين ضد هذه الثورة المضادة واستفاد عمر بن العاص رضي الله عنه من هذا الإجراء كثيرا وكأنه يقول للمصريين انظروا إذا حكمكم غير المسلمين ماذا يصنعون بكم وبالفعل لما جاء الجيش الرومي عند النيل استطاع المسلمون أن يقاتلوهم وأن يفر الجيش الرومي ورجع منويل مرة أخرى إلى الإسكندرية فلحقهم عمر بن العاص وجرت مواجهة داخل الإسكندرية واستطاع أن يقتل قائد الجيش الرومي منويل ومن معه أيضا من كبار القادة والعسكريين فر من فر إلى البحر وقتل من قتل وأسر من أسر وكان في هذا درس كبير من أرطبون العرب أرطبون العرب عمر بن العاص لهؤلاء المصريين أن غير المسلمين هكذا يصنعون طبعا المراد بالمسلمين الذين يحكمون بالعدل وإقامة حكم الله وعدم النظر إلى التمييز العنصري وغيره من هذه الأمور وإلا فإن بعض المسلمين للأسف أتوا من قبل جعلهم فدخلوا بعض البلاد حتى في تاريخنا المعاصر وأتلفوا وروعوا وقتلوا وهؤلاء لا يمثلون إلا أنفسهم توطد الأمر لعمر بن العاص واستقرت له الأمور وتحولت الإسكندرية بعد أن كانت بلدا مضطربا إلى بلد مستقر آمن تفرع فيها عمر بن العاص بعد ذلك لفتوحات أخرى وكانت النية بعد ذلك أن يتوجه إلى بلاد النوبة في جنوب مصر وبلاد النوبة معروفة بقوتها وشراستها ومقدرتها على القتال بل كانوا يستخدمون النبل والرمي بالصيام الذي لم يكن للعرب في ذلك الوقت معرفة كبيرة به وأجرت بينهم وبين المسلمين معارك كثيرة حتى صالحهم عمر بن العاص رضي الله عنه على ما يريد فلما توطدت له مصر بأسرها وصارت كلها تحت حكم المسلمين بدأ عمر بن العاص رضي الله عنه يفكر الآن بما هو أكبر من ذلك وهو أن يتوجه بالجيش الإسلامي إلى نواحي إفريقية التي هي تونس اليوم فيريد أن ينطلق من نواحي ليبيا اليوم التي خضعت له أيضا وأن يتوجه إلى فتح بلاد المغرب وبلاد المغرب تنقسم إلى المغرب الأدنى وهي بلاد إفريقية تونس والمغرب الأوسط وهو جزء من الجزائر والمغرب اليوم والمغرب الأقصى وهي بلاد المغرب فبدأ عمر بن العاص في زمن عثمان رضي الله عنه يعد العدة لهذه الفتوحات الجديدة على بلاد المسلمين مع خصم جديد فالخصم في بلاد إفريقية وتونس يختلف عن الخصم الموجود في أرض مصر والشام لأن الخصم هناك من البربر الأمازيغ كيف استطاع عمر ومن معه من المسلمين أن يقتحموا بلاد إفريقية سنعرف هذا في اللقاء المقبل إن شاء الله نراكم على خير ترجمة نانسي قنقر